حالة تورك من المشفى جدة السبب وتسريب صوتي يفضح المستور بهذا الفيديو لخصت حالة تورك علاقتها بجدتها مهات تورك وبزوجة أبيها دنيا بطنة فبدأت المشاكل بينهم وبادت العلاقة مفككة ومشتتة أكثر من قبل وعلى أثر هذا الفيديو أو التسريب بانى أن أساس المشكل هي مهات تورك التي تكره كل من دنيا بطمة ومن السابر وعلى أساسه تبرت من حفيدتها وإذنها محمد تورك فمهة أي جدة حالة أكثر من سعيدة أن حالة رفعت دعوة على والدتها بعد أحترمها وكل شيء وأخرج اللي ما أدري منه إني خرب مخي خرام راحت خلتني أنا زعل ويا أنتي اللي هي أحين أوكي معها أحين خلتني أخترم ألاقتي وياها ما حادي يقدر يخرب ألاقتي معها حبيتي بابا روحي نامي أقرأ قرآن لا أحب ألاقتي بابا لا أحد تزعل منك نحن نعرف بابا لا أحد يزعل منك حبيبي لا أحد يزعل لا تحوتي وراح يرجعي ونامي بابا رجعي تصليح رح ينامي أبوي أنت بس أولك شيء بابا بس أخر شيء يعني أنا لحين ما كنا داخل ولا تفكري في شيء أنت لا تزعل منك أنت تعرف من أنت لما روحيت ما في تشك لأنت أنا ميتة من داخل لما كنت أتصور الفيديو ما في مشكلة وتبرأت مها الترك من حلا وابنها معلنة ببيان قانوني ورسمي أقر أنا الموقعة أدناه مها كمال الترك بأني أعلن براءتي من ابني محمد الترك ومن ابنته حلا الترك بعد ادعاءاته كاذبة ضدي وعلنا وتابعت بعد أن قمت بكل ما يمكنني كأم لردعه وإعادته إلى صوابه لكن دون جدوى وأعلنوا أنه من تاريخ هذه البراءة لا تربطني به أي صلة أو علاقة حسبي الله ونعم الوكيل الأمر صعب جدا لا حول ولا قوة إلا بالله يأتي ذلك بعد أن قام الترك بتسريب مقطع فيديو لابنته حلا وهي تقول أن أمها وجدتها هما من أرغماها على القول بأن زوجة والدها دونيا بطمة تجبرها على أشياء كما لعبت مها الترك دورا في إشعال القصة بين حالة ترك ووالدتها مونة السابر أشبه بصب الزيت على النار لا سيما بعد نشرها تعليقا على إنستغرام طالبت فيه مونة السابر بالكشف عن الأسباب التي تدعو أولادها لرفضها وهو ما زاد من حدة التفاعل في القضية تعليق مها الترك جاء في إطار ردها على إحدى الحسابات الداعمة لمونة السابر وعبر وجهة نظرها مما يحدث أمام عينيها حيث تخاطبت صاحبة الحساب بقولها قبل أن تسمح لنفسك بشتمي أتمنى أن تفكر في الوقائع ولكن لا ألومك لأنك تسمعين من طرف واحد فقط مؤكدة أنها لم تحرم من السابر من أولادها بل أولادها هم من تركوها من ناحية أخرى رد محام حل الترك على كل تلك الإشاعات التي تطال حل وكل ما يتم تداوله في الإعلام حول القضية وقال أنه يمنع في الكلام عن القضية وكل ما يتم تداوله معلومات غير صحيحة ولا يمكنه التطرق إلى تفاصيل وقائع متعلقة بقضية ما زالت نظورة أمام القضاء البحريني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر